واحد يقول أنا عندي أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة محجور عليه لمبلغ من المال أخشى عليه من التضخم وأن تقل قيمته عندي صديق ثقة بيشغل الأموال ويعطي عليها عائد هل لو استسفى المال آخي معه ممكن أخذ نسبة من الربح نظير المتابعة وأني فكرت في هذا ولا لا يجوز لي أن أخذ من هذا المال الجواب عن هذا أولا أرجو الاستيثاق من هذا الصديق الذي يستثمر الأموال مقابل عائد كم من تجارب مرت بنا وكنا شهودا عليها في قضية توظيف الأموال انتهت بكوارس اقتصادية واجتماعية كبرى استأصت المال أصلا وربحا والسعيد من وعز بغيره لا من وعز بنفسه لعل الأولى والأصول في هذه الحالة بخصوصها أن تضع له ما له في مصرف إسلامي كما أنت دبي الإسلامي أو أبو الظب السؤال قادم من الشرق وتقنع بعوائده مرحليا إلى أن تستوسق وتعرف لرجلك قبل الخطوة موضعها والقاعدة في من ولي على ضعيف كيتيم أو محجور عليه لإعاقة ونحوه ما قاله عمر رضي الله عنه أنا وما لكم كولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف أنا وما لكم كولي اليتيم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف كأنه يشير إلى قول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أسأل الله يا سيدي أن يحملك في أحمل الأمور عنده وأجملها عاقبة وأن يغنيك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وفضله عن من سواءه